انت عارف انا بقول للناس كلها ان انا بحبك جدا دي ممكن ما استعبهاش انا من جمهورك يعني انت من الاصوات اللي انا بحبها قوي يعني الصوت مفضل من الاصوات المفضلة بالنسبة لي بجد واما انا عزيز انا بجاملك ولا بقول كلام ميكروفونات ولا حاجة خالص بقى انا بقول لك الحقيقة بجد انا بسمعك وبعد عيد الغنى بتاعك وحيات ربنا وحيات ولادي بعض عيد يعني بعض اسمع الاغنى مرة واثنين وثلاثة عشان استوعب حلاوة الاولى حلاوة المغرب والله يا بها لا يا شرف والله العظيم بجد يعني لا دامن يعني مش مش عايز احرجك بس لا لا اصلا دا كتير يعني انا لا 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 مش كتير مش كتير والله العظيم انا بقول لك بقى اللي بيحصل في البيت او في عربيتي او كده ما هو دا اللي انا بعمله برضي انا مثلا اغنية وحدانية دي كنت بسمعها كتير 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 ومش الردود بقى لما برضو لما انت كنت بتردد عليهم في اخر الاغنية اه انا مش فاهم يعني لحد النهاردة انا مش مركز مع كامبس امركز مع الغنى حلوة والجمل اللي هي مش الجمل يعني اصد الغنى اللي هو الشرق او دا او وفي نفس الوقت اللي هو الشعب بتاعنا او زي التراس كده ايو 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 اللي كانوا معاك ساعتها ايو طبعا ست فاطمة صرحان او ست فاطمة صرحان هي اللي كانت مغنية معاك يعني حاجة زي كده مثلا بقعد سمعت اتين اربعين مرة ايو ممكن اقتل يعني انا قبل ما جريك كام يوم قلت ممكن اغني يقول لي مثلا هتغني مع انغام حاجة عشان هم قالوا لي اللي ستغني جوت ايو سمعتها قلت لأ بلاش دي اه قلت لأ خليني في حاجة قريبة تمشي فلسا سمعتها برضو من ورايب كتير فبتحصل لحاجة دي بس اللي هي الشرف ان انت يعني بتسمع الحاجات اللي انا بقولها دي بكتير وبجد لا انا بحب كل هاليا عارف كده وبعدين بحب بحب مش يتصدموا بفرحوا جد يعني في كذا حد طبعا قال رأيي ولي هي الشرف وحاجة بتفرحني وبتفسدني جد بس منك انت كان لياها رد فعلي تانية مع الحواليك كبير شوار انا استغربت لما عرفت ان انت في بدايتك خالص خالص غنيت كرال ورا حد من المغنيين من الزمان ليه بقى استغربت لان انت صوتك يتعامل منه صوتك يتعامل منه لا لا صوتك ليه بقولك كده لانه دايما لما بيو اختاروا أصوات الكرال او الباك فوكل يعني لحد هل يغني ورا للصوليست بيختاروه شوية صوت ملهوش شخصية قوي يعني ما يدغاش على شخصية المغني بيكون بيغني سليم بس يعني ما يكونش عنده جماليات قوي في صوته يبقى صوت سليم يعني بيقول الجملة في منتهى البساطة والسلامة كده من غير اي والا ما بسي ما بنروحش معاه يعني ازاي بها يبقى بيغني كلال انت صوتك ما شاء الله طاغي يعني يعني هي يعني وقتها حصلي كان لها قصة كده ولا يعني بسيطة كان وقاله استاذ حسام حسني كان حسام حسني وقالش أساذة بقى عشان انت نزهيش من الأزأزة دي ايه هو حسام حسني كان ساعتها طيب طبعا طبعا حسام حسني كانت مع زملتنا في الكولية كنا برضو بنفرح انها موجودة ونقول دي واختة حسام حسني حاجة لحاجات دي ايه نشوفانها كده حاجة كبيرة طبعا وها بالنسبة لفعنا حاجة كبيرة وكده كنا اصحابي فاجت في مرة قالت مش عايز تغني وكده فكان هو بيعمل فريق كورال ايه ايه ففي برضو حد ساعتها كان صاحبي هو اللي جي قالي وكده فروحت اعادت معايا فاخترنا انا وكان معايا كذا حد من الكولية فاخدنا انا وهو حسام سمعني باخترنا وبعد كده افتدنا بقى نسجل حاجات هناك كورال يعني كذا حاجة في الكولية تبيه مسقية ايه ايه تبيه مسقية وبعدين جي بقى جات فترة كده كنا بنسجل بنعمل اغاني لأستاذ مصطفى كامل شريط من كلماته بس الفكرة كلها ان الكورال بيغني لأغاني دي اه فاسمعني سعيتها هو هو حسام قاله اسمع ده صوته حلو كده هيعجيبك فاغنت له حاجات كده يعني شعاب كده هو بيحب الحتة دي فعجبوا الموضوع فقال لي انت برضو زي ما انت بتقولي كده صوتك ينفع يعمل شريطه واحده اه طبع فاخد معاد من أستاذ ناصر محروس وراحت ومشيت الحكاية يعني أستاذ مصطفى كامل هو اللي عرافك على أستاذ ناصر محروس اه اه خد معاد روحت عابلته طب الله ده راجل بيفهم جدا اه هو حتى اول خطو عملها لأغنية احليف زوق عالي يعني هو يعني ويف جنبي بصراحة كمان هو اغنية احليف هو اللي عملها واغنية تاتار هو اللي عملها واغنية قال لي يعني اول شريط ده اول ألبومه عشان متزعيش اه اول شريط من عملت شرايط قبل بيقوله ألبومي خالص طبعا ايو طبعا هو عمل لي بصد اغنية في شريط شريط له يبدأ ايو لا اوقف جنبي يعني والتاني شريط كان باسم برضو اللي عملها لي لها ثلاث دقائق وفضلنا كده فترة حد ما قال الشوغل هو مع الشركات عموما مصد مصطفى بس فهو عمل لي أهم اغنية غنتها اللي وصلتني الناس بتوفيق طبعا مربانا بس هو اللي عمل لي كلها في الاول وهو اللي فكر برضو يعني لما جات فترة كده كان النصر كان عايز بيقوله هنعمل ايه ببهاء ونعمل ايه بدا فهو قال فكر له في تركة معمولة بس المذهب ونفس الحكاية فقال لي فهو فكر في الافكار دي وكملناها يعني فيه من ضمن الحاجات فكرناه احنا عاديين حاطين في دناغه كان مهتم ان انا اكمل يعني اغنية احليف دي كانت لوحدها كانت في شريط يعني فيه اغاني كتير وبعد كده اول حاجة لي انا اتمن اغاني على بعضهم كده كان هو بس الحقيقة انه كان بيفكر صح جده هو كان مصدق او يعني لسو مصطفى قبل اي حد ما يعرف كان اكتر من حسام كان يعني مصدق او وعايز خلينا كامل ولما كنت في الشركة كان استاذ محمد فقد موجود اعدت فترة شوية كده في الاول بعد كده لما هو حصل يعني راح مكان تاني راح شركة تاني فلسو مصطفى هو اللي كان متحمس اول عن فكرة حلو اللي انت قلته ده لانه الناس لازم يعرفوا ويعني التفاصيل الحلوة دي في حياتك ومين اللي صدق فيك في البداية قوي كده زي مصطفى كامل يعني دي حاجة معلومة حلوة جده الحد النهاردة دائما لما شوفني اوه اللي لازم بس تتاخد بالك من نفسك شوية يعني هو دائما زي اخوة الاكبر مني حتة صغيرة كده طبعا طبعا طب كلمني كده عن يومين وعده دي حلوة قوي يومين وعده لحنا حسين محمود حسين محمود الله كان ساعتها بنختار وتوزيه طارق عاكف الله يرحمه في وقتها اول ده اول شو يريد نعمله فكان سيد مصطفى عمل الاغاني بتاعته مش عارف ايه ف... بس يومين وعدوا بهاء دين محمد اوه هو كلمه قال له ان عايزي اشتغلي يعني فاختر لي من اللي كلمه؟ نصر كلم بهاء دين محمد اوه شوف شوف برضو نصر هم يعزرون بقى عشان نعشيل الاستاذة عشان انت متزهيش اوه كلهم حبيبنا واخواتنا اوه نصر اذا ما اصلي شغلته كان يعني مش شغلته يعني اصدي هو ما بحبش يوعد اوه انت قاعد اوه انت قاعد فين انت ساهران انت باجيه لك اسمع فلما اختار كم حاجة كده اقرر بقى انه هو يكلم استاذ بها يعني ويروح له ويوعد معاو يقول له عايزي اشتغلي ده فاختروا لي دي اوه هدوه الاساسة ترق عاكف الله رحب فجات معانا وبعدين اتقابلت اوه بالنسبة لي دي حاجات كبيرة وبعدين بقعد بغنيها كزا مرة يعني ما كنت بخش مثلا مرتين ثلاثة في الستوديو مرة اول مرة مجيش يعني مثلا تراتي غنيها اربع مرات حاجات كده من ضمنها برضو يسميش نفس اليوم تقصد يعني تجرب مرة وتروح وترجع يوم تاني يتجرب تاني اوه اوه بخلص عليومي ازها اوه بخلص من المرة الجاي ما مش مجمع اول خطوة والله العظيم عن الخام انا ممكن اسجلك انا اجي اقعد اربعة تيام اسجلك جيت انا مرة زمن ضمن الحاجات دي انا مثلا الدخول اوه 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 اي شو هتندل كده عد فيهم كتير مانا امش تقع الاحساس او الشخصية او او انا هتكلم عن ده ازاي وقولي وين عدو تاب انا بقولي وين عدو الروح دي بتاعت الفنان ما كاتش لسه لان اوه خطوة اوه افترح اجت مهمة وجات معي يعني برضو لو احد لما احترم يعني اصد احترمت اللحن بالله الكاتب الكلمات بالملحن بالموذع فالمسؤولية دي بس في الآخر نجحة الخطوة واحدة واحدة ماشي تبع الحكاية الحمد لله ففرعت معي كتير وكان بالنسبة لي بس أصدر عاكب ده حلم طبعا يعني أي حد كان بيجي اسمه معاقم المزيكة بتنقله وهو أصلا جحصايا صحيح يا سلام عليك صحيح كانت أغنية بالنسبة لي مهمة حتى أحد من أصحابي لما نزل شريت ما كانوش برضو قعد حوالي تاربع شهور كان محدش يسمع عنه حالي في الأول قبل ما نصور فقالي الأغنية دي ممكن إتقاط عشر سنين أنت تسمع يا سلام أول الله يعني اختار دي اللي عجبته أنا بفكر فيه حاجات كده ما بتتنسيش ايو 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 مثلا زي واحد صاحبي يقول لي مثلا انت لو ركب حاجة للا ركب طيارة احنا بنحبك وخلا فيه حاجات كده ايه ما بتتنسيش فمن ضمنها دي فقالي الأغنية دي انت هو قال لي بصراحة قال أنا بقالي عشر سنين ما سمعت ازايها وممكن بتعيش يا سلام بردو رجل بيفهم وزوق بردو يعني حلو ان انت اللي حواليك يا بهاق كلهم بيحبوك قوي بطريقة صح يعني بيشوفوك بطريقة صح برافو عليك ان دي دايرتك اه ما هو كان صحابي حتى كلنا كان نفسي تقريبا الزوق في السمع اذا كان لهم دعوة بالمزيكة او لا كلنا كان اي حاجة تنزل جديدة نحبها ونعد بداية يعني من كتر الزن في العربية زمان في كله كان بتعود على شكل معاي كلنا بيانا زمان كلنا كلنا منحب السمع فالعربية مش مهم اي حكاية دي اه حلوة السمعات وددفة وصغيرين وعايزين واسواقة وشوالعه وصادي اوه واشغال كان يزهغوناش اه اي او اهم انا نحن نفسي فكان كلنا بيسمعوا واحد يضرب يعني اصدي يخلوا صحابي يسمعون فكانت الروح دي موجودة اشتركوا في القناة